يقول أن أنا طبعاً ما سلمتش على المستشار المرتضى منصور بسبب تصريحات المستشار المرتضى منصور وضد النادي الأهلي قبل كده وضد كابتن على عبدالصدى فبيقول أنا ما بخافش من حد وما بخشاش غير من ربنا أو من الله والأهلي بينفل انسحاب من السوبر واستعداد مكسف للنادي الأهلي لمباراة أورلاندو وبرضه الأهلي من تصريحات المسؤولين في النادي الأهلي هم مستعدين لبطولة السوبر برضه كان فيه إشاعة طلعت أن إيفونا هرب وسب مصر وسب النادي الأهلي فالكلام ده طبعاً غير صحيح هيسى معرابي مدير التعاقدات بيقول إن كلام ده إشاعة وفيه ناس بتحاول تهاجم النادي الأهلي وخلاص وإيفونا متواجد وحيكون مسافر مع النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا إن شاء الله كابتن فتح مبروك اختار 20 لعيب لسفرية جنوب أفريقيا ومباراة أورلاندو في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية اختار شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض سعد سمير ومحمد نجيب وشريف حازم وحسين السيد وصبر رحيل وأحمد فتحي ومحمد هاني حسام عشور وعبد الله السعيد وصالح جمعة ورمضان صبحي ومؤمن زكريا عمر جمال عماد متعب أحمد عبد الظاهر جون أنطوي ومالك إيفونا النهاردة بعثة النادي الأهلي هتتحرك إن شاء الله الساعة 11 برئاسة كابتن طهر الشيخ عدو مجلس الإدارة هو رئيس البعثة نتمنى التوفيق إن شاء الله النادي الأهلي ويرجع إن شاء الله بن نتيجة إيجابية الفوز بإذن الله من جنوب أفريقيا عشان يعني تبقى مباراة العودة هنا في القاهرة سهلة للنادي الأهلي ويوصل إلى نهاء الكنفيدرالية اللعيبة هتتجمع النهاردة في مطار القاهرة الساعة 9 والسفر الساعة 11 إن شاء الله شريف إكرامي وإحمد عدل عبد النعم وصعد عوض سعد سمير محمد نجيب شريف حازم حسين السيد صبر رحيل أحمد فتحي محمد هاني حسام عشور عبدالله الصعيد صالح جمعة رمضان صبحي مؤمن زكريا عمر جمال عماد ميت عب أحمد عبد الزاير وجون أنطوي ومالك إيفونا لسه بقى كابتن فتحي مبروك هيحدد يعني معاد تدريب بالنادي الأهلي بكرة في جنوب أفريقيا إنتوا عارفين طبعا كل ساهم طيبين بكرة وقفة عيد الأطحى فهيبقى لعيدة النادي الأهلي صايمة فهيستنوا بقى يشوفوا التوقيت المغرب هناك في جنوب أفريقيا عشان يحددوا موعد تدريبات النادي الأهلي بكرة إن شاء الله في جنوب أفريقيا كابتن فتحي مبروك في تصريحات ليبيل أنا حزين طبعا لخسارة كاس مصر ولكن عندنا فرصة للتعويض في السوبر وفي الكون فيدرالية بيقول كمان إن الفريد تأثر سلبا بغياب حسام غالي عن وسط الملعب وكمان افتقد تحركات الهجومية الوليد سليمان بسبب الإصابة وبيقول كمان إن في بعض الكور أو الهجمات والفرص للنادي الأهلي إن غاب فيها التوفيق عن النادي الأهلي كابتن علي ماهر مش حيسافر مع البعثة وحيتولى تدريب اللعيبة اللي هي ما سفرتش زي حسام غالي ووليد سليمان وباسم علي واللعيبة اللي هي مش مقايدة أفريقين رامي ربيع وإحمد حجازي وإحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي بالإضافة إلى شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جد وخزينة النادي الأهلي انتعشت بـ 250 ألف يورو دي قيمة إعارة تريزيجيل النادي أندرلخت البلجيكي خلي بالكو يعني طبعا أنا قلت الكلام ده قبل كده أن فوز الزمالك وصعود الآهلي لنهاء الكاس ونهاء الدوري أو الفرقتين أول وتاني في الدوري حيخلي ويدي الفرصة لفريق مصر المقصة اللي هما يلعبوا الكونفيدرالية يبقى كده عندنا الأول والتاني الزمالك والأهلي حيلعبوا دوري الأبطال وثالث الدوري اللي هو نادي M.P ورابع الدوري اللي هو نادي مصر المقصة حيلعبوا الكونفيدرالية يعني السنة الجاية الزمالك والأهل هلعبوا في دوري الأبطال كأول وتاني الدوري ومصر المقاصة تالت الدوري سوري أمبي تالت الدوري ومصر المقاصة رابع الدوري هلعبوا في بطولة كونفيدرالية لأن الزمالك البطل في الاتنين والنادي الأهل الوصيف في الاتنين فمنفعش الأهل والزمالك يلعبوا في بطولتين فهلعبوا الأول والتاني الزمالك والأهل في دوري الأبطال في أفريقيا السنة الجاية و MP3 الدوري ومصر المقص الرابع الدوري في الكونفيدرالية الأفريقية إن شاء الله طيب